مصطلح الجمهورية الجديدة في مصر ظهر أول مرة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام تقريبا أثناء حديثه عن العاصمة الجديدة التي يقوم ببنائها شرق القاهرة منذ ذلك الحين انتشر هاشتاغ الجمهورية الجديدة على القنوات المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي المذيع المصري نشأة أديهي المقرب من السلطة اقترح في برنامجه بعض التغييرات لتناسب الجمهورية الجديدة نحلم أن يكون لدينا دستور جديد كامل متكامل يلق بالجمهورية الجديدة ندخل به الجمهورية الجديدة دراسة أن يكون هناك علما جديدا لجمهورية جديدة يبقى يدخل الجمهورية الجديدة بعالم جديد ينبثق من المستجدات الحاصلة أنه يكون عندي تفكير مختلف طيب لماذا؟ على لديه السبب وراء اقتراحه بأن كل مرحلة مرت بها مصر تم تغيير الدستور بها لواكب المرحلة وأن الدستور القديم وضع في ظروف استثنائية غير مناسبة للعصر الحالي 14 بعد ثورة 30 يونيا الناس كلها مرتجفة والكل بيسير على أطراف أصابيع وخايفين من عودة أهل الشر وعودة الإخوان وخايفين من أن حد يركب الفيلم وخايفين من كل دوات فبالتالي كان نصوص القانون صغوا مجموعة 50 واحد 50 واحد صغوا وكان دستور توفوقي دستور فيه نوع من الاسترداء للبعض فيه نوع من المؤامات فيه مواد غير قابلة للتطبيق فيه في حاجة كترة جدا جدا الدستور الجديد والعالم الجديد أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل محمودي يقول في اقتراحات من محبي السيد الرئيس وعلى رأسهم الإعلام اللامع نشأة الديه أنه بما أننا دخلين على جمهورية ثانية وعاصمة جديدة فنغير عفش الرئاسة بقى من علم ودستور وخلافه لتواكب المرحلة الجديدة وأن العالم القديم ودستور القديم استمتد أغراضه خلاص بالنسبة لعاشق تراب مصر يقول هو التغيير لمجرد يقول الجمهورية الجديدة على كل إذا سنغير ألوان العالم سيكون اكتفي بالأسود كشعار للمرحلة الباش سياسي يقول الجمهورية جديدة جث دستور وطني جديد شعار جديد للدولة نشيد وطني وعالم جديد مميز لا يشبه أي علم دولة في العالم مؤسسات قوية وفاعل سيادة قانون تداول سلطة آمن وشفاف هذه مقومات الجمهورية الجديدة علي عبدو يقول مرفوض تماما فتحت هذا العالم أريق الدماء ألاف الشهداء ونصرنا الله بنصر عظيم وهو أكتوبر المجيدة فهذا العالم تاريخ يحمل أحداثا جسام وليس قطعة من القماش أو مجرد تصميم فني تقول شيرين ربيع تسلم إيدك المرحلة الجديدة تحتاج التغيير في أشياء كثيرة الدستور المصري الحالي هو دستور 2014 تم إدخال تعديلات عليه أثارت الجدل حينها تعديلات تمت في عام 2019 بعد استفتاء شعبي منحت السيسي حقا مددت فترة تولي رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات منحت السيسي حقا استثنائيا بالترشح لفترة ثالثة ما يعني أنه في حالة انتخابه مرة أخرى سيبقى رئيسا لعام 2030 ومنحت التعديلات رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام وأضافت إلى مهام القوات المسلحة مهاما جديدة كصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة أعود إلى العالم المصري العالم المصري الحالي الأسود فيه يرمز لفترة الاستبداد والاستعمار التي مرت بها البلاد الأبيض يشير إلى القيم السامية والسلام الأحمر إلى دم الشهداء والنسر الذهبي هو رمز القوة المصرية فهو طائر مقدس لدى الحضارة الفرعونية العالم المصري أدخلت عليه عدة تعديلات عبر التاريخ خلال المائة عام الماضية نستعرضها في هذا التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة